نبك من تفاصيل الحصاد والذي نستهله بمأساة حقيقية وقف عليها تلفزيون النهار بمنطقة تيميمون فبعد ارتفاع نسب وفيات الأطفال الرضع بسبب نقص الرعاية الصحية بالمنطقة دفع السلطات المحلية لتخصيص مقبرة لدفنهم نتابع مع إبراهيم برقاش ونصردين خليف التهام هنا نحن بمقبرة سيد عثمان بتيميمون ما تشاهدونه هي قبور لأطفال رضع ظاهرة تحتاج لدراسة معمقة فمعدلات وفيات الأطفال الرضع هنا قياسية كيف ولماذا تذرف حرائر أضرار الدموع على فالذات أكبادهن فالموت يغيب أطفالا في الشهور الأولى بعد ميلادهم ظاهرة غريبة وقترة الوفايات جلهم وأغلبهم من الأطفال الرضع والسكان لا حول ولا قوة لهم يعني قالوا ولدك توفاء هذه دفنة صدمتنا جعلتنا ننتقل إلى مستشفة ميمون في محاولة لفك اللغز فهنا الجميع يضع هذا الملف في خانة المسكوت عنه من بين 3,000 و 3,900 امرأة حاملة دخلت إلى مصلحة الأمومة شجلنا وفايات نتأسف عليها نحن شجلنا 8 حالات في الألف وهذا تقدم ملحوظ بالنسبة إلى المصلحة نتعامة غادرنا تيميمون وفي رأسنا عشرات الأسئلة هل عدم وجود متابعة طبية للنساء الحوامل بسبب غياب الأخصائيين هو السبب الإجابة لدى مصالح وزارة عبد الملك بوضياف ترجمة نانسي قنقر